درسنا هو القسمة على صفر ناتج القسمة على صفر هي قيمة غير معرفة عندما ترون مصطلح غير معرف في الرياضيات فهذا يعني وجود شيء غريب لم يتفق علماء الرياضيات على تعريف محدد عند القسمة على صفر ما هي هذه القيمة؟ لم يجد العلماء الإجابة المناسبة لذلك فإن أي عدد غير الصفر عند قسمته على صفر يكون غير معرف سبعة تقسيم صفر ثمانية تقسيم صفر سالب واحد تقسيم صفر يكون ناتج كل هذه العمليات غير معرف حسناً لنحاول إيجاد تعريف لما يعنيه قسمة عدد غير الصفر على صفر ابدأوا بعدد بسيط غير الصفر ابدأوا بالعدد واحد حاولوا الآن معرفة ما تعنيه القسمة على صفر اقسموا الواحد أولاً على قيم صغيرة واستنتجوا ما يحدث كلما اقتربتم من الصفر اقسموا على واحد بالعشرة ويساوي عشرة وإذا قسمتم على واحد بالمئة تحصلون على مئة وإذا اقتربتم من الصفر أكثر وقسمتم على واحد بالمليون هذا العدد ليس جزءاً من العشرة أو المئة أو الألف أو العشرة آلاف أو المئة ألف هذا جزء من المليون واحد تقسيم جزء من المليون يساوي مليون تلاحظون ماذا يحدث هنا عندما تقسمون الواحد على قيم صغيرة موجبة تحصلون على قيم أكبر وأكبر وبالنظر إلى ذلك قد تظنون أن هذا يعطيكم فكرة جيدة عن تعريف قسمة واحد على صفر قد تقولون أن قسمة واحد على صفر يساوي قيمة لا متناهية موجبة ولكن ماذا يحدث عندما تقسمون إعداداً سالبة؟ قريبة من الصفر جربوا ذلك واحد تقسيم سالب واحد بالعشرة يساوي سالب عشرة واحد تقسيم سالب واحد بالمئة يساوي سالب مئة واحد تقسيم سالب جزء من المليون يساوي سالب مليون إذن عندما تقسمون واحد على أعداد سالبة قريبة من الصفر تحصلون على إجابات مختلفة تماما إنكم تقتربون من القيمة اللامتناهية السالبة في المثال السابق قلتم أن الإجابة قد تكون قيمة لامتناهية موجبة ولكن في هذا المثال وصلتم إلى عدد مختلف تماما فالقيمة اللامتناهية السالبة تقع في الاتجاه المعاكس تماما ولذلك يقول علماء الرياضيات أنه لا توجد إجابة مناسبة للقسمة على صفر